بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد نكمل حديثنا السابق البشر كلهم إذا استثنينا كان واحد من البشر من دور الأعمار الطويلة كالنبي عيسى، كان الخضر، كان النبي نوح والإمام المهدي عليه السلام باقي البشر كلهم يعتبرون أقلية من جانب ومن دور الأعمار القصيرة من جانب آخر فنشوف الآن قد يكون ومنس الحضارات السابقة والأمام السابقة عمارهم تطول أكثر من مئة سنة لكن الآن في زمننا الحاضر الآن تقريبا قليل الذين يتخطون عمر المئة وحتى لو تخطى ببضع سنوات بمعنى آخر مئة وخمسين سنة نادرة تجد واحد يعيش مئة وخمسين سنة فإذا البشر كلهم من ذوي الأعمار القصيرة هذا الأعمار القصيرة هم أقلية من جانب وعمرهم قصير من جانب آخر بينما الملائكة كلهم من ذوي الأعمار الطويلة الملائكة كانوا موجودين قبل خلقاتهم والقرآن الكريم واضح فيها قال ربك الملائكة إني خالق بشرا ثم قال أني جعلهم في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يسد فيها فطبعا الله سبحانه وتعالى أمرهم بعد ذلك بالسجود فإذا سويته ونفقته فيهم الروحي فقعوا له ساجدين فالملائكة موجودون قبل خلقاتهم وموجودون من خلق آدمي لحد الآن ولا توجد مقبرة للملائكة لا في السماوات ولا في المجرات ولا في الأرض ولا في أي مكان من هذا الكون إذن طبعا ما دم لا توجد له مقبرة إذن ما زالوا موجودين متى يبتموت الملائكة؟ فإذا نفقها في النفق الأولى فصعق من في السماوات والأرض السماوات طبعا فيها الملائكة وفي الأرض كل المخلوقات إلا من شاء ربه وهذه البخلوقات التي خرجوا من هذه النفقة بعض الملائكة قليلة خاصة الملائكة الكبار جبرائيل، ميكايل، إسرائيل، عزرائيل وما شابه إذن الملائكة موجودين قبل خلق آدم وما زال أيضا موجودين لحد الآن وسيموتون في النفقة أو معظمهم في النفقة الأولى من نفقة إسرائيل التي تدمر العالم الدنيا بما فيه هذا من جانب من جانب أيضا آخر أنهم أكثرية يعني أضرب لك المثال لو فرضنا لو فرضنا أن عدد البشر الآن سبع مليار لنفرض بغض النظر عن كان أكثر أو أقل بس مجرد للتوضيع لنفرض أن عدد البشرية الآن سبع مليار الإنسان صغير وكبير الموجود على قيد الحياة فالسما تعالي يقول لك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فالله سبحانه وتعالى وضع لكل واحد من البشر ملكين هذه طبعا الملكين للكتابة بالنهار وملكين أيضا بعد بالليل بمعنى آخر كل واحد من البشر صغير أو كبير له أربعة من الملائكة بالنسبة للملائكة بمعنى كذلك إلى حريثة إذن هناك ملكان يكتبان الحسنات والسيات بالنهار وملكان أيضا يكتبان الحسنات والسيات بالنهار فلو فرضنا أن البشر سبع مليار سبع مليار نضربها في اثنين يعني إذا أربعة عشر مليار فقط للملائكة من ذوي الأعمال الطويلة الموجودة لحد الآن يكتبون بس عمل الإنسان بالنهار وأربعة عشر مليار يكتبون عملها أيضا بالليل بمعنى آخر سبعة في أربعة ثمانة وعشرين أربعة عشرين مليار فقط لمهمة واحدة وهي كتابة الحسنات والسيات وكلهم من دول الأعمار الطويلة وكلهم من المعمرين وهم الأكثرين بينما البشر من دول الأعمار القصيرة وأقلية فإذن طبعا أيهم الأكثر الآن القاعدة والطول العمر وليس قصر والأغلبية هو الطول العمر وليس القصر فلماذا يجعل المشاككون الشاد أو القاعدة أو المستثنى هو القاعدة والجانب الرئيسي هو الشاد هذا فقط بس في مهمة الكتابة الله سبحانه وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة إذن هناك كتاب يكتبون الحسنات والسيات وهناك ملائكة أيضا يحفظون الإنسان أيضا الآية الأخرى أحياني سميه معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله إذن هناك ملائكة تحفظ الإنسان إذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر أما يعني يتفون عنه الأخطار أن يقع في بقر يتهدم عليه حائق يتصدمه عربة أو سيارة أو ما شبه ذلك إلى أن يأتي القدر يخلونا بينه وبين القدر المكتوب عليه هاي الحافظين كم عددهم الاثنين بالنهار واثنين أيضا بعد بالليل يحفظون الإنسان على مدار الأربع وعشرين ساعة فإذا قلنا أن عدد البشر سبعة مليار تضربه بعد في أربعة الحافظين إذن ثمانة وعشرين مليار من دول أعمار الطويلة يقومون بمهمة واحدة وهي بس حفظ الإنسان يقول بصغيره كبير إلى أن يأتي أجله فإذن معنا آخر الملائكة أكثر من عدد البشر وكلهم من الأعمار الطويلة والبشر أقل بكثير من الملائكة وكلهم من الأعمار القصيرة بل أيضا لو فرضنا أن اليوم المحشر أن العدد الخلائق مئة مليار بغض النظر أنه أكثر أو أقل بس فقط لنضرب مثال لو فرضنا أن في أرض المحشر الخلائق كلهم المؤمن والكافر العربي وغير العربي المسلم وغير مسلم مئة مليار فكم عدد الملائكة الموجودين في أرض المحشر فقط بس الملائكة من دول أعمار الطويلة الذين يرافقون الميت كل واحد من خلوجه من الأجداث والقبور إلى أن يوصلونها إلى الأرض المحشر كل واحد طبعا إلىه اثنين وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لو عندنا مئة مليار بشر يعني معهم مئتين مليار من الملائكة من دول أعمار الطويلة فقط لمهمة واحدة مرافقتهم من خلوج من القبور إلى أرض المحشر إذن معنا آخر إذا عندنا مئتين مليار يعني أربعمائة مليار هذه فقط في مهمة واحدة وهناك في مهمة واحدة الكتاب والحسنة والصياد وهناك مهمة واحدة في الحفظ إذن كم مليار من الملائكة يقومون بثلاث مهمات فقط إلى البشر وكلهم من دول أعمار الطويلة إذن العمر الطويل هو الأساس والعمر القصير هذه الشهادة هو القاعدة بل هناك أيضا سؤيل الإمام الصادق عليه السلام عن وضائف التدبير سؤيل هل الملائكة أكثر أنبل آدم فقال عليه السلام والذي نفسي بيده لبلائكة الله في السماوات أكثر من علل التراب في الأرض وما في السماء موقع قدم إلا وفيها ملك يصبح ويقدسه ولا في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها يأتي الله كل يوم بعمله والله أعلم به بمعنى آخر أن كل شجرة شوف كم شجرة في هذا الكون في غابات البرازيل والهند والاندونسيا وجنوب أفريقيا والصين وأفريقيا ونحن عندنا في البحرين بالرغم من النباتات قليلة ومع ذلك بالملايين فكل نبتة كل شجرة لها ملك موكل بها فكم عدد الأشجار كم عدد الشجرة الجديدة تولد كل يوم فيها الغابات والبراري والصحاري والقفار إذا معنى آخر عدد الملائكة بالمليارات مثل ما الشجر بالمليارات عدد الملائكة أيضا بالمليارات وكل شجرة لها ملك موكل بها بل في بعض الأحاديث كل قطرة من المطر في ملك موكل بهذا القطرة يلزلها في مكانها المناسب فكم قطرة تنزل في اليوم في البرازيل في أمريكا وأوروبا وأفريقا جنوب شرطاسيا أندونستيا الهند باكستان بنغلاديس إذن يوميا مليارات من قطرات المطار وكل قطرة لها ملك فكم عدد الملائكة وكل ملك فقط موكل بمهمة وات ينزل القطرة مول الماء الدفقة لا القطرة الوحدة ينزلها في مكانها هو المسؤول عنها إذن معنى آخر ملائكة التدبير بالمليارات لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم جنود ربك إلا هو إذن معنى آخر عدد الملائكة أكثر من عدد البشر بأضعاف بمئة آلاف الأضعاف وكلهم من دول أعمار الطويلة والبشر أقلية وكلهم من دول أعمار القصيرة فالذي يشكك في القدرة الإلهية لماذا لا يشكك في قدرة الإلهية في تطويل عبر الملائكة وإذا لم يشككون فلماذا لا يشككون هنا فإذن ونقطة أيضا بعد أخيرة حتى لأن أدركنا الواقع الخلود في الجنة بالنسبة للمؤمن وبالنسبة الكافر الكثير من آية والخالدين فيها للمؤمن وللكافر في عالم البرزخ وعالم الآخرة بل هناك أيضا الخلود الأبدي خالدين فيها أبدا يعني ما معنى الخلود الأبدي يعني معناه اللغة الرياضيات لا تستطيع أن توضح وتشرح وتبين مفهوم الخلود الأدبي الخلود الأبدي خالدين فيها أبدا بمعنى أخذ حط واحدة أمامه كم صفر مليارات بلايين من الأصفار هذا أيضا لا يمكن أن يشرح معنى الخلود الأبدي فلوس أن هؤلاء المشككين الذين يشككون في طول عبر إمام المهدي هم يمنون أنفسهم يعيشون العمر الخالدين فيها في الجنة في البرزخ وخالدين فيها أبدا أيضا في يوم القيامة أو في عالمة آخرة هناك لا يعدهم أي إشكال لأن الإله قادر على أن يخلدهم مليارات من السنوات لكن لما يصير الأمر بتطميل عمر المهدي ألف ومائتين سنة ألف ومائتين وخمسين سنة هنا طبعا يضعون علامة استغراب واستفهام كيف يتم هذا هذا لا يمكن هذا خلق القانون هناك الإله الذي خلد الملائكة وخلد الحور العين وخلد المؤمنين في الجنة وخلد الكفار والمنافقين في جهنم ما يعدهم أي مشكلة في القدرة الإلهية لا تشكيك فيها ولا تصغيرة لكن لما يتعلق الأمر بالإمام المهدي هنا لا يرفعون على غاية التشكيك وغاية التصغير وغاية اللواء الاستغراب فهم يبانون أنفسهم أنهم يعيشون عيش الحياة الخلود الأبدي ما يعدهم أي إشكال بأن الله قادر لكن المهدي إن الله غير قادر وإذا كان قادر فلماذا يتشككون فإذا تشكيك في طول عمر المهدي فهو واقع الأمر تشكيك في القدرة الإلهية المطلقة من جانب وتصغير القدرة للإلهية المطلقة من جانب آخر وهم يمنون أنفسهم في قرارة نفسهم ما عندهم أي مشكلة يؤمنون بأن عمر بليس طويل جدا بالآلاف السنوات يؤمنون بعمر الملائكة بآلاف السنوات يؤمنون بعمر الخضر بعمر النبي عيسى بعمر النبي نور لكن إذا جاء عمر الإمام المهدي لا رفعوا راية العصيان والتمرد والتشكي والغرابة